طيب في الحقيقة في الفترة اللي فاتت وما قبل كورونا كنا بنشوف أسعار اللعابيين بتدت تزيد بشكل كبير في السوق المصري وهو عرض وطلب يعني في الآخر هو عرض وطلب والنقطة ان فيه بعض المحلليين وبعض المشجعيين بتدتكلموا فيه جزئية الأسعار المغالية فيه ناس بتدتتكلم لأ اللعابة ما تستحقشها الأسعار الكبيرة جدا دي لكن في الأول في الآخر انت بتمشي على سوق والسوق زي ما بقول لكم هو عرض وطلب خليني وإحنا في وسط الأزمة دي ما بعد الأزمة إيه اللي ممكن يكون موجود بالنسبة للأسعار هل هتفضل زي ما هي؟ يمكن إحنا في أوروبا ولسه هتكلم في الجزئية مع دكتور رحمة سالم ابتدت الأسعار بالنسبة لللاعابين في أوروبا تنزل للنص تقريبا هل هترجع مرة تانية بال... يعني بقول لكم النص نص ده ما بلغ كبيرة جدا فهل هترجع مرة تانية بالنفس الشكل اللي أعلكت عليه الأول وأيضا السوق المصري ما فيش حاجة نزلت لغاية دلوقتي لكن إيه؟ دكتور أحمد يا عايزك تقومني على ذي الجزئية؟ طيب قبل ما... الدور المصري بقى أنا لسه الأوروبية هنروح له تمام علشان بس اللغة اللي موجود ما بين الأسعار بتاعة اللعيبة المصريين أو في الدور المصري والناس تقول إنها مبالغ فيها وفي ناس تقول لا أو فيه يعني الجدال وخلاف في الموضوع ده خلينا الأول نوضح الفرق ما بين قيمة اللعيب وسعر اللعيب تمام فيه فرق كبير جدا ما بين القيمة المالية للعيب وما بين السعر اللعيب هناخد مثال آخر صفقة اتعامل عليها ضجة في مصر وفي الدور المصري كانت صفقة اللعب حسين الشحاب في النادي الأهل تمام هنلاقي إن سعر اللعيب كان بيتعدى 120 مليون جنيه تمام ده الرقم اللي تقال وده الرقم اللي كان عامل ضجة كبيرة في مصر طيب لما نيجي نبص على المواقع من المواقع الكبيرة الموجودة على مستوى العالم اللي هو ترانسفير ماركت هنلاقي إن القيمة بتاعة اللعب نفسه هي تقريبا في حدود الواحد واثنين من عشرة مليون يورو واحد واثنين من عشرة مليون يورو يعني تقريبا بتكلم في 25 مليون جنيه أو 30 مليون جنيه طيب فإيه الفرق ما بين قيمة اللعيب وسعر اللعيب قيمة اللعيب بتتحدد على النقطة اللي كنا بنتكلم فيها أو دايما بتتكلم فيها ليه المستوى اللعب في الملعب بتتحدد على القيمة التجارية لللاعب نفسه ودي مهمة جدا أنا هستفيد تجاريا أنا كنادي من اسم اللعب إزاي خلال إعلانات من خلال تي شيرت بها تي شيرت تاعه حاجات كتير جدا حاجات كتير جدا أنا هستفيد بها الهيستري بتاع الإصابات وتاريخ الإصابات مع اللعب نفسه ده بيحدد القيمة المادية بتاعة اللعيب السن بتاع اللعب كل ما بيكبر في السن كل ما بتقل القيمة بتاعته فدي كلها حاجات أرقامه وتفرقش مثلا بالنسبة لأهدافه بالنسبة للاعب ومباريات الأساسية أرقامه وأهدافه وده لو مهاجم أو مركز المهاجم أو لو وكمان اللي بيفرق أكتر كمان يعني في أوروبا بيحطها من العوامل الرئيسية كمان هو لقف دوريات A و لقف أنديت A دور قوي يعني دوري ضعيف كده دايما هنا وغير كده كمان بيلعب مع فريق كان بينافس على بطولة بيلعب على فريق من الفرق اللي هي بتبقى عايزة تبقى فوسة الجدول لا في الأمل هي بتصارع على الهبوط المنتاليتي والعقلية بتاعت اللعيب نفسه بتختلف زي ما احنا بدينا نتكلم على الأهل والزمالك بقولنا لعيب بطولة لعيب بطولة بدايما هو خلاص هو بيلعب على بطولة يعني النهاردة لما بنينا نبص مع بداية السيزون بلاقي أن لعيبت الأهل والزمالك تقريبا يعني ما احترامي لكل الأندية طبعا بس بتبقى في الأول وفي الآخر هم دول الناس دين احنا ناخد الدوري او احنا بنلعب عشان ناخد الدوري بس في النهاية دي بتبقى من ثالث نتيجة ان هو لعب في النادي ده لعب على البطولات دي فدي بتبقى بتحدد او دي العوامل كلها بتحدد القيمة بتاعت اللعيب والسلوكيات اللعب نفسه في الملعب وسلوكياته برا الملعب برضه بتحدد القيمة بتاعته يعني كنا نتكلم على قبل كده على بلوتيني كان في القيمة بتاعته كان متأثرة بشكل كبير نتيجة السلوكيات العدوانية اللي بيعملها او السلوكيات اللي موجودة عنده في الملاعب فدي قيمة اللعب لكن متكلم بقى على سعر اللعب ده بتحدده زي ما انت قلت من شوية العرض والطن النهاردة اللعب ده رايح نادي ايه بتفرق النهاردة لما بيكون فيه فريق زي ودي دجلة مثلا بيبيع لعب لمن الزمالك او للأهلي مش بيحط السعر زي ما بيكونوا بيبيعوا لأي نادي تاني جاي له عرض من الآلي ومن الزمالك اكيد هطلب الرقم اللي انا عايزه او هطلب رقم مبالغ بيه لكن لو من اي نادي تاني الحاجة التانية احتياج النادي اللي بيشتري والنادي اللي بيبيع للاعب نفسه النهاردة ما بيكون فيه يعني في الفترة هناخد برضو مسائل عشان نقرب الموضوع لاي النهاردة مثلا الاهلي بيتكلم على باهر المحمدي الاسماعيلي اكيد هو عارف ان الاهلي محتاج باهر المحمدي وخصوصا بعد احمد فتحي ما مشي فبالتالي النهاردة انا عارف ان فيه احتياج هبدأ ان انا النهاردة ارفع السعر بتاع باهر المحمدي الحاجة التانية كمان توقيت الصفقة توقيت الصفقة ده بيلاعب دوره مهم جدا وهو النهاردة انا لست قدامي شهر على ان انا باب القدي تقفل طيب لا انا هستنى شوية انا هضغط شوية انا هقف شوية طيب انا النهاردة فاضلي 24 ساعة 48 ساعة وباب القدي تقفل بيحصل تاكتك في الموضوع بيبقى فيه تاكتك معينة بتتعامل بتبقى نقطة مهمة جدا جدا ان انا النهاردة بحدد فيها سعر اللعيب المركز بتاع اللعيب برضو بيفرق يعني من ضمن الحاجات اللي بتحدد رحيد رحيد يعني سواء كان حارس مرمى مدافع خط وسط مهاجم المركز بيفرق من مكان احنا ده مرحنا نعرفيه على مستوى العالم دايما صنع اللعب والمهاجمين بتبقى اعلى اسعار مقارنة بالمراكز اللي موجودة في بقية المالح فبالتالي دي النقطة المهمة اول اللي احنا لازم نوضحها اللي هو الفرق بين القيمة وبين السعر ممكن يكون فيه قيمة اه فعلا اللعيب قيمته مش متناسبة مع سعره نتيجة عوامل تانية بتحصل زي ما احنا تكلمنا لالعرض والطلب واحتياج النادي ليه السعر القوة النادي احتياجه للعيب فده كلها حاجات بتأثر فعلشان كده هي دي اللي عاملة المشكلة او دي اللي تبقى عشان الناس ده مش ماضح لهم قصة القيمة والسعر